ان الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم في اشعية 53 مكتوب جعل نفسه ذبيحة اثم وفي حمل الفصح بتصوف صورة جميلة عن المسيح وموته الكفار على الصليب اي غطانا بدمه وحمانا وضمن هذا الخلاص الى ابد الابدين لان هو اللي دفع الثمن واستطاع ان يرضي الله اليوم مثلا عندك فكرة الدفع والتعويض الكتاب بقول اجرة الخطية موت فاذا انت شخص اذاك او سرق في فكرة التعويض فكرة الدفع فكم بالحري الخطية اللي هي ضد الله الغير محدود خلي بالك احنا منتعامل مع بعض في حدود وفي نطاق الزمن لكن الله غير محدود وخارج عن نطاق الزمن فالخطية هي اهانة موجهة لالله الغير محدود ايه بدك تعمل لهذا الاله الغير محدود ده انت لو سبيت شخص ممكن يقتلك فكم بالحري اذا سبيت ملك شو بصير فيك ولا في كل عيلتك فكم بالحري انت عم بتهين الله عم بتوجه اهانة ضد مجد الله وكملات الله وشخص الله وطبيعة الله اذ الجميع اخطأوا وعوزهم مجد الله فالخطية هي اخطاء الهدف فعندما نخطئ الهدف نحن تحت دينونة الله المسيح مات ليصنع كفارة لكل البشرية حتى نتمتع بالحياة الابدية